نصلى على النبي بقى ونبدأ بسم الله الفيلم بيبدأ على جزيرة بعيدة عن الناس وبنشوف بنت اسمها روزة ودي عزيزي من سكان الجزيرة الأصليين وكانت عيشها مع ابوها وبنعرف ان امها توفت من فترة وانها شغالة مع ابوها عند أسرة صغيرة على نفس الجزيرة بس مش من السكان الأصليين دول يا عزيزي كانوا من السكان اللي هاجروا ألمانيا والراجل اللي شغالين عنده ده اسمه ستيفان وكم عمراته وعياله وبعد ما حضرت لهم الفطار بتشوف من الشباك ان كل الخرفان بتاعت استيفان وقع على الارض فبتطلع تجري بسرعة وبتلاقي على رأبة الخرفان توق كده في تعويزة بيعملوها سكان الأصليين بتاع الجزيرة دي وبتندع على ابوها بسرعة ولما بيروح معاها استيفان بيتخاني معاها وكان فاكر ان هو ورق توق الهندي ده وانه بيعمل كده عشان مش عاجبه ان الألمان يعودوا على الجزيرة وبو روزة بيقوله انه ما يعرفش حاجة عن العودة دي لكن استيفان بيتعصب عليهم وبياخد روزة من قفها وبيقول لها بصي كويس في عين الخروف وقليلي مين ابن الورمال اللي عمل كده روزة كانت خايفة وحذرته ان اللي بيعملو ده غلط بس هو ما كانش شايف قدامه وكان زعلان على خرفانه والحاج جابه روزة لما لقى ان الكلام مش جايب مع سكة اضطر يتدخل وقال له يبعد عن بنته وابو روزة قال له روزة اجري بسرعة على البيت وما تطلعش منه لكن استيفان قال له انه مش هيسيبه وراح وفك الكلاب بتوع عليه وروزة يعيني كانت وقفها تتجنن واستيفان كان مكتفها وبيقول لها ببص على ابوها وهو بيموت والكلاب كانت خلصت على ابوها قدام عينيها وللأسف ابوها بيودع وهي بتفضل اعدة عاية عليه وكانت لا حول لها ولا كوة وبالليل بتدفن ابوها وهي حزينة جدا وده لانها بقت وحيدة تماما ولما امرأت استيفان راح تتواسيها ما كانتش طيقها ولا طيقة تسمع منها كلمة وكمان سابتهم ومشيت وبتقضي الليل لوحدها وبعد شوية بيجوا غراب وبيفضل بص صلاها وهي بصاله وتاني يوم بتروح تطلب من العمدة يساعدها لكن هو بكل برود قال لها انا مش هيقدر يساعدها وده لان اللي قتل ابوها كلاب والكلاب ما بتدخلش السجن ومن الاخر كده يا عزيزي هو ما كانتش عايز يدخل في مشاكل مع الالمان الروزة ما كانتش عارفة تعمل ايه وبتمشي وهي زعلانة وما كانتش يلاقي حد يساعدها وما كانتش عارفة تروح فين ولا تيجي منين فبتكرر تروح الكنيسة وتقعد فيها وهناك بتحكي للكاهن على اللي جرالها والكاهن بيشربها وبيأكلها وبعدها بيقودها عند برميل كان فيه مية وقال لها بص كويس وقال ليلي شايفة ايه قالت له شايفة مية قالها وإيه اللي جوه المية قالت له وشي فقال لها انها لازم تشوف نفسها قبل ما تشوف اي حاجة تاني وإن الهنود اللي على الجزيرة دي فيهم قوة كبيرة وعشان القوة دي تظهر لازم يعرفوا أصل الجزيرة بتاعتهم وبيقول لها انه يعرف واحد هيساعدها كان يوم بتروح للراجل اللي قال لها عليه الكاهن وبيكون اسمه ماتيو ولما سألها انت عايزة ما كانت عودي فيه قالت له ايوة بس مش بس كده بصيلي كويس وقال لي شايفة ايه قالت له شايفة راجل عجوز هندي ومن السكان الأصليين للجزيرة فقرب عليها وقال لها وشايفة ايه في عيني قالت له شايفة نفسي فبيعرف انها شجاعة وقوية وبيوريها مكانها اللي هتنام فيه وتاني يوم بتروح معاها على شط قريب وكان ان بتساعده في صيد السمك وتنظيفه فبيلاحظ انها شطرة في استخدام السكينة فقالت له ان السمك ما بيختلفش عن خرفانه المعيز وانها اشتغلت كتير عند الراجل الألماني وبعدها بتاخده وبتودين المكان اللي ابوها مدفون فيه وبيمسك في الشجرة وبيفضل يتكلم معها كلام غريب وروزا ما كانتش فاهمة هو بيعمل ايه وكان الفاكرة بيصلي بس هو قال لها ان دي مش صالة فبتقوله انهم لازم يمشوا من هنا قبل ما الألماني يشوفوها ماتيو قال لها ان من النهاردة ما فيش اي حد عنده عيون هيقدر يشوفها وبالليل وهي نايمة بتسحى على صوت غربان كتير وبتلاقيهم بيلفوا فوق المكان اللي هي فيه ولما تحركوا مشت وراهم لحد ما وصلوا المكان معين في الغابة وهناك روزا بتشوف ماتيو مع مجموعة من سكان الجزيرة وبيدخلوا جوه كهف وطبعا فضولها كان هيموتها ومن غير تفكير بتدخل وراهم بس الغريب بقى انها بتلاقي الكهف اخره مزدود وماتيو واللي معاه كانوا فصم الحوداب وما تعرفش هم راحوا فين واختفوا كده ازاي فقررت تطلع تستناهم لما يرجعوا وبعد شوية بتلاقي ست كده بلبوسة خرجة من الكهف الغريب ده والغريب اكتر ان كان على رقابتها نفس الطوق اللي كان على رقبة الخرفان وبتاخد بالها ان روزا بصلها وبتقف وبتفضل بصها في عينها شوية لحد ما بتكمل ماشي عادي وروزا بتزهى من القعدة ولما بتلاقيش حد تاني بتمشي وتاني يوم بتكون على الشط مع ماتيو وبتسأله عن الخرفان اللي ماتت وبتقوله انهم كانوا سبب في موت ابوها ماتيو تعصب عليها وقال لها ان الخرفان ما بتقدرش تقتل حد وان الكلام هم اللي قتلوه وروزا بتتدايق من كلامه وبتقرر تنزل البحر وتخلص من نفسها بس ماتيو بيلحاها قبل فهوات الاوان وبيطلحها على برة وبيحط حولها طيور كده ميتة كتير وبيقول لها ان الطيور دي هتسحى بالحزن منها وبعدها بيقول لها تغمد انها شوية وبعد ما خلص الحاجات الغريبة دي اللي كان عمال يعملها عمال لها اكل بقى وروأ عليها على الاخر وبيسألها انت عايزة ايه يعني ايه اللي يرديكي قالت له انها عايزة العادل لابوها عايزة تفشغل لها في اللي قتل ابوها قال لها يا ستي ماشي اعتبري حاصل هتكلم مع الجماعة بتاعتي كده عشان نشوف الحكاية دي والكلاب لازم تتعاقب على اللي عملته فابوكي وتاني يوم بتكون قاعدة سرحان على الشط وبتجالها الست العجوزة دي وبتقول لها احنا تقابلنا قبل كده فاكراني وبتطلع يا عزيزي انها الست اللي كانت خرجة بلبوسة من الكهف وبتقود على البيت بتاعها وبتشوف هناك حاجات غريبة وبتفهم انها سحرة زي بقى سحرة السكان الاصليين وبتحكي لها ان زمان جي واحد ازباني الجزيرة دي وكان سحر كبير واسمه موارلت وتحدى سكان الجزيرة الاصليين وقال انه عايز اكبر سحر في الجزيرة ووقتها دخلت قصاده في التحدي واحدة ست من سكان الجزيرة والاتنين بدأوا يتحدوا بعض تحديات صعبة جدا لحد ما كل واحد فيهم فدل يتحول لحيوانات كده واشكال واحجام كتيرة والسحر الاصباني كان متداي من قوة السحرة ومن غله عشان يفوز اتحول لحيوان ضخم جدا بس السحرة برضو تغلبت عليه وادرت انها تبوز السفن الاصبانية بتاعتهم ولما خسر اضطر يتخلى عن كتاب السحر بتاعه وادل السحرة ومن ساعتها والجزيرة دي بقى فيها مجموعة من السحرة وبيستخدموا الكتاب الاصباني عشان يحموا بالجزيرة وكمان يدفعوا عن سكانها فبتفكر روز لسواني عشان يعني تقدر تاخد حق ابوها وطلبت من الست اللي قدامها دي انها تبقى واحدة من السحرة وفعلا بتوافئ وبتاخدها على الكهف تاني يوم على طول يا عزيزي عيالي ستيفان بيختفوا او بيتحولوا امهم دخلت قضيتهم عشان تصحيهم ما لقتهمش ولقيت الكلبين دول على السرير وبتزعى فيهم وبتخرجهم بسرعة وهي كانتها تموت من الرعب وكمان بتلاقي السلسلة بتاعتهم على السرير بس طبعا ما كانتش فهمة ان الكلاب دول عيالها وبيطلعوا يدوروا عليهم هما وعمدة القرية والدنيا بيتليل عليهم وهم برضو ما كانوش لقينهم وطبعا ستيفان وامراته شكوا في السكان الاصليين والعمدة بيرعبهم اكتر وبيقولهم ان السكان دول بيقدروا يحولوا العيال لكلاب تاني يوم الصبح بيبضوا على ماتيو ومجموع من جماعته وكانوا متأكدين انهم وراء اختفاء عيال ستيفان ونزلوا في الراجل يعيني ضر بطع وبعد فترة بيجي معادل حكم عليهم والعمدة كان عايزهم يعترفوا ويقولوا على مكان العيال بس ماتيو بيقولوا انه ما يعرفش حاجة عنهم والعمدة كان عايز يخلص منهم وده لانه كان عارف انهم بيعملوا تعويزات وحاجات غريبة كده عالجزيرة وبقى الناس خايفة منهم وبيؤمر انهم يتحبسوا لحد ما يمسكوا دليل عليهم اما روزا كانت زعلان عليه وبتروح تطلب من العساكر انها تدخلوا وتشوفوا وبعد ما فضلوا يرخموا عليها شويتين تلاتة دخلوها الماتيو واول ما شافها قال لها انها لازم تمشي من الجزيرة دي بسرعة فبتسأله هو انت فعلا من الصحراء قال لها ست مش وقت الكلام ده احمدوا ربنا انك مش زينا انت لازم تنفتي بجلدك وتمشي حالا من الجزيرة روزا قالت له انها عايزة تساعده وانها مش هتمشي من الجزيرة اللي تربط عليها فبيقول لها ماتيو ان الناس مش هتزكت وانهم عايزين يخلصوا عليهم بأي طريقة وبيطلب منها تروح تحرق بيته دلوقتي حالا وفعلا روزا بتطلع على بيته وهناك بتشوفي الكلبين واللي هم عيال استفان وبتاخد من البيت عقدة كده كان عاملها ماتيو وبعدها بتحرق البيت كله وبتمشي وبتروح على الشطة وبتلاقي العمدة من نايم ماتيو ورجالته وعمالي لاسوع فيهم وكل ما الميا المال حتلمسهم كانوا يعيني بيتوجعوا جدا وروزا كانت زعلانة عليه وما كانتش عارفة تنكز ولا تعمل حاجة بعدها بتروح مع الست العجوزة عشان تكمل بقى التوكوس ولما خلصت دخلت الكهف وجوها بتلاقي جلد غريب كده فبتفق منها بقت واحدة من الصحراء وتاني يوم بتفضل مرهبة مرات العمدة من بعيد والدنيا كانت بتمطر وأول مرة واحد خبطت عليها واستعزنتها تدخل لحد ما المطر يوقف وطبعا مرات العمدة بتوافق ولما دخلت روزا خبت العودة اللي لقيتها في بيت ماتيوب في بيت العمدة وتاني يوم بتكون في بيت العجوزة وكانت بتعمل لها بقى التوكوس لكن بياجم عليها استفان ورجالته ولما شاف روزا شك إنها هي اللي ورق تفق عياله وبيقول لها لو مقلت ليش على مكانهم مصيرك هيبقى زي مصير أبوك بالزب بس لما ملقاش منها راجة سلمهم للعمدة والعمدة بيسألهم عن الجلد اللي كانت حطاه على جسمها وبيقول لها إنه جلد إنسان وكان عايز يعرف بتاع مين وجاي منين والست العجوزة قالت له إنه بتاع روزا والعمدة ما كانش فاهم حاجة وبيحبسهم مع ماتيوب رجالته وروزا بيتقول لي ماتيوب إنها بقت واحدة منهم وإنها شافت الشلال وكمان الكهف اختارها وبيتقول له إنه في السجن دلوقتي بسببها وإنها مش هتسمح للأسبان إنهم يقتلوهم وهتخرجوا من السجن زي ما كانت سبب في دخوله فبيتدايق وبيروح يزعق في الست العجوزة لساعدتها وقال لها إنها كان لازم تبشي من الجزيرة وقت ما قال لها لكن روزا قالت له إنها هتجيب لهم حقهم وفي الوقت ده بتسحى مرات العمدة وكانت تعبانة وبتلاقي بطنها لونها اسود وشكلها كده غريب وكمان بيجي لها طلق الولادة فبيجري بسرعة العمدة على ماتيوب وبيطلب مساعدته وده لإنه عارف النوم هم اللي عملوا كده في مراته بسحرهم وماتيوب يرفض وبيقوله إنه كان مسجون وما ينفعش يعمل سحره هو جوه السجن لكن روزا بتقوله إنها هتقدر تساعد مراته هي وماتيوب فبياخدهم العمدة على بيته بسرعة وهنات ماتيوب يفهم إن روزا كانت قصدة تعمل كده في مرات العمدة وده عشان يلجأ لهم ويطلعهم من السجن لما يساعدوا مراته وفعلاً أول ما بيحرق العقدة روزا بتقدر تساعد مراته وتولدها وبيخلف ولد والدنيا بتمشي وبتبقى تمامه إشته صباح الفل وبيشكرهم وبيقولهم إنه عيطلحهم من السجن بس تاني يوم جالوا ستيفان ومراته وقالوا إنه يؤمر بإعدام الهنود وقددوا بابنه والعمدة بيخاف وتاني يوم ويقول إن الجلد اللي كان مع روزا طلع جلده واحد من عيال ستيفان وعشان كده أمر بإعدامهم وطبعاً الهنود اتدايقوا وماتيوب يكرر يضحي بنفسه عشان روزا وبقى القبيلة وبيطلب منها تساعده وخلها تعمل تقوس كده غريبة وروزا بتفضل تعاية عليه فبيقول لها على تقوس معينة تعملها عشان تقدر تاخد منه قوته لما يموت وفعلاً بيموت وبنشوف طائر من الطيور اللي في الجزيرة وهو بيقع في البحر على أساس يعني إن كده ما تيودع وفعلاً روزا بتعمل التقوس اللي قال لها عليها والتقوس دي بقى يا عزيزي ادتها قوة إنها تقدر تدخل في جسم الكلب ده وراحت لمرات العمدة وابنها بس كانت بتخوفهم بس ولما العمدة دخل على الصوت طلع مسدسه وكانها يضربه لكن لما الكلب بص في عينه صحره ونزل المسدس وفيد الماشي وراه لحد ما وصله عند السجن اللي سجن فيه الهنود وفتح لهم وعمر بحريتهم وده طبعاً عشان عرف اللي روزا تقدر تعمله وقدي إيه باعت قوية وتقدر تتحكم في الحيوانات وبتطلع روزا وبتزور أبرى أبوها وبتنام جنبه وهي مبسوطة إنها قدرت تجيب له حقه وبعدها بتاخد الطيور الميتة وبتحطها للكلبين دول وبتقولهم إن الطيور هتسحب منهم حزنهم وبيخلص الفيلم وهي روزا مجمعة بقى الصحراء وكانت هي الزعيمة بتاعتهم وبتوعدهم إنها مش هتسمح لأي حد يأذيهم ولا حتى يمشيهم من الجزيرة بتاعتهم تساش بها يا عزيز اللايك وتقول لنا رأيك في كومن وأشوفكم الفيلم الجاي